دونالد ترامب دونالد ترامب قد يجد نفسه أمام مأزق كبير أمام إسرائيل بسبب دعم سلفه لتل أبيب في حربها في كل منقطاع غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية كبيرة على الدخل الأمريكي وفيما يخص القضية الفلسطينية قد تشكل عودة ترامب إشارة إلى مزيد من التهميش حيث تبدي إدارته اهتماما ضئيلا بدفع حل الدولتين أو مواجهة توسع المستوطنات وخلال ولايته السابقة قامت ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالجولان المحتل كجزء من إسرائيل وهي خطوات عززت موقفه المؤيد للإجراءات التي تنتهجها إسرائيل أما في إيران فقد أطلقت إدارة ترامب الأولى حملة الضغط الأقصى ضد إيران بهدف عزل تيران عبر عقوبات شديدة وإنهاء الاتفاق النووي لعام 2015 ومع عودته من المتوقع أن تزداد هذه السياسة حدة ويبدو أن الهدف هو تقليص نفوذ إيران في المنطقة مع السعي إلى اتفاق نووي جديد بشروط أكثر صرامة ومع ذلك قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تصاعد التوترات وتشجيع إيران على تعزيز تحالفاتها مع دول مثل روسيا والصين ما يزيد من عسكرة منطقة الخليج وفي سوريا بشكل عام وشمال شرقها بشكل خاص مراقبون للشأن السوري يستبعدون أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة سيما مع استمرار الحرب في قطاع غزة ولبنان ومحاولات إيران لوصل مناطق نفوذها ببعض أضف إلى ذلك نشاط تنظيم داعش الإرهابي وهجماته التي وصلت في الآوينة الأخيرة إلى أوروبا وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات نهيكا عن أن المناطق التي احتلتها تركيا عقب الانسحاب الأمريكي أصبحت مرتعا آمنا لمدازعمي وقادة التنظيم الإرهابي ولتحليل السياسة والنهج المتوقع لرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ورحيب بضيفي من نيوجيرسي الدكتور جابريال سومة بروفيسور في القانون الدولي أهلا ومرحبا بك دكتور على شاشة اليوم إذن عودة دونالد ترامب أهلا فيك عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض يفتح الباب أمام تسؤولات كثيرة حول السياسة الأمريكية القادمة في الشرق الأوسط وحضرتك خبرت الرئيس ترامب في ولايته الأولى وتعاملت مع ملفات الشرق الأوسط أكيد كيف تتوقع النهج الجديد للإدارة الأمريكية وبرأيك هل تغيرت ترامب دكتور؟ والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين كرام لا شك بأن دونالد ترامب اليوم لديه مواقف قد تختلف قليلا عن ما كانت في السابق ولكن له مواقف مهمة جدا بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط مثلا وقف أنشطة إيران الخبيثة إيران لها نفوذ كبير اليوم في الشرق الأوسط من خلال وسطائها إن كان حزب الله أو الحوثيين أو فصائل مقاومة كل هذه المنظمات هي منظمات إرهابية بنظر الولايات المتحدة وبصورة خاصة بنظر الرئيس دونالد ترامب وسوف يعمل على الحد من النفوذ الإيراني في كافة أنحاء المنطقة نعم بالنظر إلى أسماء الحكومة دكتور جابرييل الحكومة الجديدة المعينة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكيد هناك مسارات متوقعة مرتبطة بهذه الأسماء مسارات للمرحلة المقبلة وزير الخارجية ماركو روبيو أكثر الأسماء بروزا طبعا هو الذي سيمثل الخارجية الأمريكية وطبعا هو من أشد المعارضين لإيران وحضرتك قبل قليل ذكرت خصوص الملف النووي الإيراني كيف سينظر إلى هذا الملف في المرحلة القادمة مع هذه الحكومة الجديدة طبعا ماركو روبيو له مواقف معادية لإيران وأعتقد أن الشعب الأمريكي وبصورة خاصة الرئيس ترامب يوافق على ذلك إيران تعمل على أنشطة نووية والرئيس ترامب قال في عدة مناسبات بأنه لن يسمح لإيران بأن تقتني القنبلة النووية ولذلك فإنه لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة أو إسرائيل بدرب هذه المواقع إسرائيل قامت بدرب قسم من المواقع النووية ولكن يجب القضاء التام على هذه الأجهزة النووية التي تعمل عليها إيران وماركو روبيو من القادة في الولايات المتحدة الذين يقولون بذلك يعني بخصوص الملف النووي حضرتك تعلم أن رئيس ترامب هو الذي انسحب من هذا الملف هل برأيك في الفترة القادمة ستكون هناك مقايضات ربما فتح لهذا الملف من باب آخر ربما يراه ترامب خاصة أن المنطقة هناك متغيرات كبيرة تحصل في منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نذكر أولا أن إيران أصبحت دولة طعيفة جدا في الوقت الحاضر بسبب الضربة العسكرية التي تلقتها من إسرائيل منذ حوالي شهر إسرائيل ضربت كل المواقع أجهزة الرادارات أجهزة الدفاع الإيرانية وبحسب ما قاله أحد الجنرالات الأمريكان جنرال كين مؤخرا بأن إيران أصبحت دولة عارية ليست لديها القوة الدفاعية التي كانت في السابق وبإمكان إسرائيل أن تضرب أي موقع تجده ولكن دكتور لديها أذرع قوية في المنطقة صحيح لديها أذرع قوية في المنطقة والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا ولهذه الأسباب تجدين بأن إسرائيل دربت أكثر أو دمرت أكثر من ثلثي قوة حزب الله في المنطقة بلبنان وكذلك سوف تعمل على ضرب الحوتيين وفصائل المقاومة الرئيس ترامب مصر على ضرب كل هذه المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن الولايات المتحدة أمن إسرائيل وأمن الدول العربية الحليفة أيضا بالنظر إلى الأسماء التي تم تعيينها في الحكومة الجديدة ستيفن ويتكوب مبعوث خاص لمنطقة الشرق الأوسط طبعا هو رجل أعمال وبحسب ما يقال أنه ليس لديه الخبرة السياسية الكافية تعيين هكذا رجل كمبعوث في منطقة على صفيح ساخن المنطقة فيها حروب متعددة ألا تعطي إشارات استفهم بالنسبة لربما تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرحلة المقبلة مع الشرق الأوسط تتحدثين عن إيلان ماسك؟ لا ستيفن ويتكوب هو المبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط لا شك بأنه لديه اطلاع كامل على الوضع في الشرق الأوسط إن كان هو أو إن كان إيلان ماسك الثاني ضليعين في شؤون العالم الدولي إيلان ماسك بالنسبة للصين وروسيا والشخص الذي ذكرته يتعاطى في أمور الشرق الأوسط الرئيس ترامب حريص على أن يكون للوجود لأمريكي نفوذ في المنطقة إن كان في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في الصين سأخذك دكتور جابريل في جولة على أغلب الملفات في الشرق الأوسط ننتقل إلى العلاقات الأمريكية العراقية طبعا هي في هذه الفترة تواجه تحديات كبيرة هل برأيك سيكمل دونالد ترامب الاتفاقية الإطارية والتي تتضمن خروج القوات الأمريكية من العراق طبعا في وقت الكل يعلم وأن حضرتك ترى تتعرض فيه القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة وفي العراق بالخصوص لهجمات عديدة ومكثفة أيضا سياسة ترامب ترمي إلى سحب القوات الأمريكية من المنطقة يقول بأنه لا ضرورة لوجود القوات الأمريكية هناك بإمكان الدبلوماسية أن تعمل بشكل جيد في المنطقة وتحل كل المشاكل يعني عندنا حوالي خمسة ألاف جندي في العراق ماذا يفعلون في العراق؟ موجودين هناك يتلقون الضربات منذ أكتوبر إلى الآن تلقت هذه القوات أكثر من 200 ضربة قتل حوالي أربع جنود أمريكان جرح عدد كبير من الجنود الأمريكان فإذن ترامب يرى بأنه لا ضرورة لوجود القوات الأمريكية بإمكان الولايات المتحدة بواسطة الدبلوماسيين وبواسطة المسائل الاقتصادية الضغوط الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية حل معظم النزاعات بدون... حتى في سوريا دكتور؟ حل الوقت مناسب لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا لو تسمح لي وأفساح المجال أمام التمدد الإيراني أو حتى الروسي أيضا وفيما يتعلق بالتمدد الإيراني أؤكد لك بأن إيران سوف توقف عملياتها وبدأت تطلب من الولايات المتحدة التفاوض في مسألة الشرق الأوسط يبدو بأن إيران أصبحت بموقف ضعيف جدا في الوقت الحاضر ولذلك الرئيس ترامب سوف يعالج هذه المشكلة المقابل إذا كانت إيران اليوم تسعى إلى أو تفاوض على سحب ذرعها من المنطقة أكيد سيكون هناك مقابل لا توجد شروط إيرانية على أمريكا إيران يجب أن تنسحب من المنطقة إن كان بالتساهل أو بالقوة إيران سوف تنسحب من المنطقة وسوف يتقلص النفوذ الإيراني في المنطقة بالكامل هذا ما يريده الرئيس ترامب وهذا ما سوف يحصل في سوريا؟ حتى في سوريا الرئيس ترامب سوف يعمل على إخراج القوات العراقية من العراق ومن سوريا على الأقل إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة كما تعلمين إيران ذكرت حضرتك لها نفوذ من خلال هذه الوسطى سوف يخف النفوذ الإيراني إيران اليوم هي أضعف بكثير مما كانت عليه منذ شهر بعد ضرب قواتها من قبل القوات الإسرائيلية الخطة السابقة للرئيس دونالد ترامب دكتور جابرييل التي رسم خطوطها عام 2020 عبر تعميق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية والضغط على إيران في ذلك الوقت هل ترى إمكانية ممارستها ممارست هذه السياسة مرة أخرى أو من جديد في ظل كل هذه المتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط في كل هذه الحروب هل نشهد اليوم دفع للاتفاقيات الإبراهيمية وبماذا ستكون منوطة؟ الرئيس ترامب يريد إحياء الاتفاقيات الإبراهيمية هذا ما يريده أن يتم في الشرق الأوسط لأن التطبيع مع إسرائيل هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن السلام في المنطقة لذلك الرئيس ترامب يرغب في التطبيع زيادة التطبيع ويعتقد بأن هناك حوالي 14 دولة تريد التطبيع مع إسرائيل وعندما يتم التطبيع مع إسرائيل تنتهي المشاكل في المنطقة هذا ما يريده الرئيس الأمريكي طيب ولو أنه لم يبقى لدي مزيد من الوقت ولو في دقيقة واحدة لو تسمح لي أخذك إلى الملف التركي أيضا دكتور جابرييل تتعلم أن هناك علاقات شخصية ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا الرئيس أردوغان والرجلان براغماتيين هل تتقاطع اليوم المصالح أو لأقول مصالح الدولة الأمريكية مع مصالح الدولة التركية التي هي حليف الناتو وبنفس الوقت تسعى للانضمام إلى البريكس العدو اللدود للدولار هل اليوم العلاقات الدول ببعضها قد تطغى على العلاقات الشخصية كيف ترى الملف التركي من وجهة نظر ترامب في المرحلة الجديدة كما تعلمين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان في صداقة تربطهما ما بعد ولكن في نفس الوقت هناك مساء العدة الرئيس ترامب لا يريد مثلا أن يجد احتلال تركي لأراضي سوريا أو أراضي عراقية لذلك سوف يعارض هذه السياسة مع ذلك سوف يكون هناك علاقات طيبة بيننا وبين تركيا على أساس أن لا تتجاوز تركيا الخطوط الحمر فيما يتعلق باحتلال أقسام من دول مجاورة هذه هي سياسة ترامب تبقى العلاقات طيبة بينه وبين الرئيس التركي ولكن على أساس أن يكون هناك اهتمام بموضوع الاحتلال واحتلال أراضي الدول المجاورة في الحقيقة بقي عندي غزة ولبنان ولكن لم يتبقى لدي مزيد من الوقت إن شاء الله في الحلقات القادمة نتحدث أكثر جزيل الشكر لكل هذا التحليل والمداخلة معنا من يوجير سيا دكتور جابرييل ساومو بروفيسور في القانون الدولي